السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير و بصحة جيدة انا سوف احبكم و حبيبتي في فيديو جديد الفيديو سيكون متنوع سوف نبرتجي فيه معكم بزاف حاجات و نقول لكم و قعدوا معايا للاخر و لا تنسوا شي اعجبكم دعوا لي بانسوق لايكاتكم اول حاجة سوف نبدأ بها لشو مغتع بنتي لنبدلها لدغاتها شوفوا حبيبتي كان لحقني هذا لدغة لكن كل شو مغتع بقية و أجل سوف نبرتاجه معكم في الحقيقة كان لديهم من المدى من الذي يلحقني هدا وين كتاب ربي كي نبرتاجه معكم شوفوا كيف يعني مغلف بياه و يلحقكم و نقول لكم محدد باخفومة بركانا كان طول شوية بشي يلحقني مع شركة التوصيل كان مالطونات طول شوية كي لحقني لقيتوا شوية كرفص و اوبا حتى السوق أهراص شوفوا لي الكولغ حبيباتي أول حاجة الكولغ كانت طوب يعني بزف عجبتني جاية فيها البلان وهذو كليف لغ هكا في الأنبرجين يعني بزف هال أول حاجة حبيباتي مبرتاجيها معكم لدراوس لي جا كي ما قولو حدو قدو عطيت لها بينسير لي مزور تعلو مطلة تعبنتي دارته لي اكزاكتما كي ما المطلة يعني بعض الخياطات تعطي لهم لي مزور ويديروه لكي عريض يديق هذي شو نقول لكم جا بالميليمتر وبالنسبة لدرا بلا كي ما كم شوفوا حبيبتي يجي عريض يجي تسحب يعني ما تشحش كامل في القمش هذي الصفحات دو كنبرتاجيها معكم بانسير واذا حبيتوا تخيطوا من عندها يعني خدمتها قرف 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 ما تقونه دو كنقرب لكم وتشوفوا بعينيكم لا فينيسيون تشوفوا الاتقان شوفوا يعني القياطة تحالي فغيما عجبتني بل بزاف شوفوا حبيبتي هنا كي ما قلت لكم مرحش يوم كرفص وانا محددتو موالو التلمان لي عجبني بزاف اجبتو فرشتو ديارك تامون دو كما على الخير تشوفوها حانا نعود نحددو شوية ونصورو هذي الفيديو عندي بزاف من اللي صورتها شوفوا هذي فينيسيون حبيبتي والله العظيم تقولوا مشري وملي مارك يعني لقراند مارك تاع تحالي ليدراء اه فغيما ما تلقوا خيط خارج ما تلقوا خياطة معودة يعني هذي الخياطة فغيما تخيط بقلبها اه لا باج الدار لها نادو نخليها لكم ونخلي لكم كامل لكوغدوني عندهم اين باج في الانستغرام اين باج في الفيسبوك ونخلي لكم مما رقم الهاتف تاع الخياطة تقدروا تتواصلوا معها وتخيط لكم ووش تحبوه بالنسبة حبيبتي لهذا الموديل انا كان عجبني بزاف وكين دي موديل واحد اخرين بيانسور اللي تشوفوه اللي تصوروه اللي تبعتوه لها ريح تخرجه لكم و بنفس الاتقان بالنسبة لهاد لغالي بعتولي 100% كوطن يجي شوية الكوطن على بلكم من القماش تاع الكوطن يكون شوية غالي دابيتود بسا حنتو ما يدخي يرتو قماش تاع ليكون 50% كوطن ريح يجيكم بزاف رخيس على هذا و ريح تخيطه لكم بنفس الاتقان و بنفس هذي الموديل شوفوه حبيبتي بالنسبة للي كابيتوني تقدرو تدخلوها كالدغاء ثاني يجي بزاف شباب شوفوكي دخلتوني نحاول نصور لكم كامل التفاصيل بيش تشوفو يعني بعينيكم و خليولي تعليقاتكم قولوا لي ذا عجبكم هذي لدغاء كين خياطات يخيطوا ددغاء و كين خياطات يبدعوا في خياطة لدغاء كيما هذي لاباش تعدار لهنا لي فغيما انحييها من هذي المنبر و قولها فغيما يعطيك صحة على هذي الخياطة اللي يعني فغيما عجبتني بزاف يعني قد ما نوصفها لكم قليل شوفو هناك كو تحددتو شوية و راني نقرب لكم جست اه لخياطة جس لتسو بش تشوفو الفينيسيون يعني غيانا دير الفينيسيون تحشوفو متل قوشي كامل هكا خيط خيط مت متشوفوش فريما عجبتني بزاف هاد هاد الخدمة و نقولها يعطيك الصحان هناك نتمنى لك مزيد من التوفيق و ان شاء الله البنات تتواصلوا معها اكيد وتقولوا له هذينك مل عند ادواق هكا بش تطلع فيكم اللي سانسيال بيانسور انتو ما تخيرو لكل اللي حبيتو تقدرو تخيطو دي دغا ولا مم دي ووس دو كوات مع اللي راح جاي لبرد يعني تقدرو ليووس دخلو فيهم لكوات توعكم ولا حتى لكو فاكتو على الشلالة تخيط مم دي دغا تالي بيبي تخيط بزاف حاجات يعني شابين و متقونين متحوفين كي ما كم توفو اللي سانسيال ان شاء الله تكون عجبتكم هاد هاد الفقرة اللولى اللي بديك يكون بيها وحبيت نحطها هكا في بداية الفيديو بش كامل كامل تستفادوا كامل تشوفوا بس كو علي بلكم بلي انا مبرتاجي معكم غير الحاجة اللي بغي مو شابة بغي مو تعجبني يعني حاجة تكون شوية شوية جامعي مبرتاجيها معكم هنا حبيبتي روحوا وعينكم غمضين دار الهنا روحوا مهنيين مل عندي بلاحد تخيط لكم حاجة شبوكي ما يحب خاطركم وهنا يا حبيبتي عاوت وليت بيكم الدارنا هنا البنات كانت نالي جات في هي مام الحج غدوة من دك راني ندير كي ما و كمتوفو في العصبان كان جاب لي بابا الدوارة وريحا نديلهم العصبان كم هما على بلكم عيدوا لهيكا في الحج يعني ما عيدوش بينسوق في الدار دونك حبينا ندوقوهم عصبان هكا جديد لله الله فريشكا لابلكم يخبو لهم بينسوق حقهم في الكنجيلاتق تاليد بصح ما يجيش كي ما جديد كي ما حاجة جديدة وطيبة جديدة سوختو يما واخويا يموت يموت على العصبان دونك قلت خممنا قولنا نديروه لهم الله الله حار بالطباع جاب لي دوارة كي ما كونتوفو غنمي عمرتو هاد العصبان بالكبدة دونك قلت على خلجة واحد العصبان وشو نقول لكم هايل وقطعت في هاد الريا بينسوق بعد ما خصلت كل شبيان وغليتها شوية في الماء بارتاجيت معكم وغير هكا لقطات اه لابلكم العصبان انا ديجا درتو في العيد و بارتاجيتو معكم بالليدي تايتاعو هنا برك نعطي لكم صيفة عما كيف شدرتو هنا قطعك الكبدة هاديك رقيق رقيق قطعت الريا تاعي كيف هادو الامعاء بعد ما خصلتهم بالطباع وغليتهم في الماء والخل وهنا الدوارة خصلتها ببيان وعودت لها بالخل والماء وشو نقول لكم حتى تنقعت ببيان احنا منكرتوها شكيمة على بلكم وهنا يوجدت كاملة فاخص درت البصل بكمية مليحة درت التوم تعني القصبر هنا والنعناع ودرت هادو كل اللي كنت قطعتهم كامل مع شوية روز وحميصة وهنا وجدت ليزي بيس تاع العصبان دي هما الملح الفلفل الكحل الفلفل الحار شيا كمون شيا عكري وشو يابر كتاع راس الحانوت وشو نقول لكم جاو حد العصبان حار وبزف بزف بنين هنا خلط كامل هادو كليزي بيس مع الحشو كامل المقعد يرليقوتهم لكم هادو وش نديرو حنا في الحشو بينسيغ العصبان يختلف من منطقة لأخرى كل واحد كيفاش يطيبو هنا كم رانا في الصيف يعني كنا في الصيف هادو الوقت لاني نصور في هادو الفيديو طيبتو غير في الماء وتبلت هادو كلمة درتلو الراند درتلو الثوم درتلو شوية زعي ترا يعني تبلتو مليح وجا بزف هايل ما نحبش في الصيف حنا ما ناكلوش انصص مام انجيني غال في الدار ما نديروش بزف انصص ومام انصص تبين لي بليكفش تايدي احسن وحنا اختي كانت دارت الحلوة الاسطورية حالي معروفة بيها وتخرج لها بزف بزف بنينة هادو الحلوة اللي كنت برتجيتها معاكم يعني درناها انا واختي في داري في داريما عند في دارنا يعني برتجيتها معاكم بالتفصيل المومل اليوم برك وريت لكم غير لقاطات هادو الحلوة جي غولة كما كم تشوفو فيها لانوات كوكو وفيها كمية كبيرة تعال القارس يعني الناس اللي تحب القارس حاتعجبها بزف هادو الحلوة في الصيف جي هيلة هيلة يعني اذا كنتوا محتفظين بالقارس هي فيها سخطو جيد سيترون يعني هادو القلاسة اللي كو تشوفو فيه كامل مخدوم بالعصير تاع الليمون نحن نخلي لكم الوصفة في اول تعليق ببالك شو واحدة دخلت جديدة وحبة الوصفة هادو الحلوة تلقى ان شاء الله في اول تعليق فالا حبيباتي وهنا يا نهار اللي رحنا انجيبوهم فارتاجيت معاكم هكا ببعض اللقطات اني نعود نولي شوية للارد هنا نهار اللي رحنا دينا لي فلاكي ما كم تشوفو وانطلقنا نهار اللي رحنا نجيبوهم وما كانت بزف سخانة يعني كان لهوا وكان الجو حيل مع انهم وصلوا يعني جوية ربعة ربعة ونص نعمال ما يلاحقوا للمطر بصحة لو شوية كم تعرفوا باش خرجوا لينا دايما في المطر يعني عندنا في تزاير دايما كان هادوك يعني هادوك التأخرات هادوك والخدمة شوية شوية كو تعرفوا نتمنى ومستقبلا تتحسن شوية الخدمة هكا في زيغوبا تاع تزاير هنا كيما لحقنا قلتلكم كان نجيو بزف لطيف يعني ممسيكونا في قوت بصحة ما كاش هادوك السخانة بغيما يعني اللي تحسوها بزف هنا بنت اخو ياري وجدة باش تستقبل باباها بالقفطان الله الله ورفضها الورد هنا الغاشي كانوا الغاشي بانسور كانوا الناس كامل يسنوا باش يستقبلوا الاهل تحهم ليستقبل اخوه ليستقبل بابا ليستقبل والدي يعني كانوا غاشي الله يبارك وكانوا هنا كانوا قريب يلاحقوا يعني مبقالهمش بزف ويلحقوا كيلحقوا شوية عطلوا باش خرجوا كو تعرفوا كيما قدلكم وهنا يبدوا يخرجوا بالعقل ونخليكم شوية مع الاجواء موسيقى وهنا يا حبيبتي اللحظة اللي وصلوا فيها خويا مع امه شوفوا وليدي كيف شرح يجري عندهم مانو وبعدها تبعدوا هنا بنتي وبنت خويا كانوا بظغيمهم متوحشينهم على بلكم مانهم يقعدوا شهر ما يشوفوهاش بزف عليهم سوختوهم ومولفين يشوفوها يوميا ودنسوا لكم تقعد اموام يشوفوهاش توحشوها بزف هنا مقدرتش نصور لكم كلش شاكم تشوفوه هنا يا في الامنتو دونك صورت لكم غير بعض اللقطات ومبعدها احنا بينسوق ثانية رحنا ليهم بس كنا متوحشينهم بل بزف ولحقوا بخير وعلى خير الحمدلله كانوا بينسوق شوية عيانين مي الحمدلله يعني غير شافوا بلادهم وشافوا اهلهم اكيدا حين يرتاحوا هنا كنا في طريق مولين ناكم تشوفو الوقت اللي وصلوا فيه تقريبا مع المغرب الشمس راهي بغيما هبطت خلاص رايحة غيب الحمدلله ما كانت شكينا كزاف سيركيولاسيون يعني جسد ما خرجنا من المطار رحنا ديغة كدو ما حبسناش كامل يعني كانت طريق مليحة وكان الجو قتلكم هايل يعني في هذيك النسمة البردة بسك فيه اوت كانوا جازوا نيامات سخونين بزف وجازوا نيامات فغيما فيهم هذيك النسمة هكالبردة هاد نهار كان هايل كان بارد شوية بارتاجيت معكم الوقوشي تصالي هنا في طريق بسك يعجبني بزف وهنا رحنا وقعدنا نقصروا في طريق انا ركبت معي امو واخو ياركب معا مرتو وابناتو بينسوا يغلي كانوا متوحشينو بالبزاف شوفوا جوزناها غير حكايات في طريقك وعلى بلكم حكينا لهم مشصرة وهو متان يحكيونا كيفش جوزوها وحنا يا حبيبتي هنا بعد ما فاتوا يامات ما اقول لكم اشتمتم بس كنا بزاف مشغولين هذو كليامات وكنا معهم يعني مع الوحشيتو قعدنا غير منقصروا معهم وممهو ما كانوا شي عيانين كان خاصهم رقع ديتو دونك ريحو ربوسا وبيان بيان ومبعد بنينا نستقبلو في الضيوف تاعنا بالعقل هنا يعني نبرتاجي معكم بعض الحلويات اللي كنا قدمناهم اللي ضيوف تاعنا في الول هذوك اللي فخوي جبتهم مرتخالي يعطيها الصحة واذا عجبوكم هو موهد الكيكاة الثاني جبتهم مرتخالي اذا عجبوكم قولولي نخلي لكم الصفحة اللي كوموندات مل عندهم صفحة يعني هيلة عندها الحلوة بزاف هيلة وثمن تحا بزاف مناسب المقروط هذك جبتهم مرتخوية يعطيها الصحة هذ البقلاوة كنا كوموندينها عند واحدة بصح ما عجبتنيش صراحة لذلك محاش نبرتاجي معكم بصك ما عجبتنيش بزاف كما كومتوفو ميبان كوم باللوز جات بنينا وهذا الحلوة الجافة باللوز وبالنقاش كانت خدمتها اللوستين قوللك يعطيك الصحة شوفوا هذ الحلويات يعني حنا درنا غير هذيك اللغولة اللي كنت بارتاجيتوا معكم بتاع القارص وكنا كوموندينها البقلاوة وثاني الكعيكات و الله يبارك يعني ضياف ليجونا والحباب جابوا لنا حلويات يعني مزنا درنا ووالوا بصك الحلويات قعدوا الله يبارك على رأسهم في الدار دونك نقول لكم كامل اللي جيتوا هنيتوا يعطيكم الصحة بارك الله فيكم إن شاء الله نرجع لكم في الأفرح سعيدة و إن شاء الله العقوبة لكم كامل يعني أي وحدة تتمنى تروح البيت الله إن شاء الله ربي يوفقها وربي سهلها يا رب وهنا يا حبيبتي كنا ضياف ليجو بيونسيو ونستقبلوهم بمزمزم كيما جرت العادة ونحط لهم هنا شوية من هاد التمر والعجوة عجوة المدينة لبنينا بزاف وشو نقول لكم واحدة البنة فيها هيلة وتمنيت هنا تكونوا كامل معي ونذوقكم من ما زمزم تدعيوا معي يا حبيبتي أحسن دعاء اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل ذا اللهم آمين يعني هذا هو الدعاء اللي من الأحسن تدعيوا هكي تشربوا ما زمزم نتمنع لكل واحدة ريتشوف هاد الفيديو زيارة الأكيد لبيت الله الحار وهنا يا حبيبتي حنبرتاجي معكم قهوة ملق هيوات ليدرناهم هنا كانوا جايين عندنا عماتي ولا كانوا جاءوا هنا يا كانوا يشربوا في القهوة بوم ما قدرتش نبرتاجي معكم كلش كلش كي جونا ضياف كان ضياف ما قدرش نصور قدامهم بين سيوغ كان ضياف لي نحشو مع كان صور قدامهم ما هنا عماتي نغمال نصور كلش عادي شوفوا حطينا هذوك الحلويات حطينا الحلوة مم اللي جابوها كان شوية غريبية كان هذك الصبلة اللي شفتوه مع اللول وبينسوق التقليدي لطاولة الجزائرية كامل ما يخطيهاش هنا السفنج ولا الخفاف والمسمن اللي كنا رفقناه مع هاد المعجون تاع الكرموس ولا البخسيس اللي كان دارتو يمى وشو نقول لكم هاد المعجون خرج بزف بزف هائل فلا حبيباتي بالنسبة هاد الحلويات قلت لكم البنات يعني معظمها معظمها جابوها لنا كنا درنا احنا غير ثلث انواع بارك وبعد كي ولا ويجيبو لنا الله يبارك بزف حبسنا ما زناش درنا والو ما كماندينا والو بس كل الحلويات كانوا يجيبو حلويات بزف هائلة وكنا نحطوها هكا الحباب والضياف اللي يجونا بالنسبة لهاد الحلوة قلت لكم إذا عجبتكم قولولي في الفيديو المقبل نخليلكم لا باجتح وفي الاخر حبيبتي ما بخالي غير نقول لكم طالوا في رواحكم إن شاء الله هلا فيديو تعليوا معجبتكم معجبكم البختاج لني بارتاجيه معكم خليولي اكبر عدد من اللايكات خليولي تعليقاتكم الجميلة وصنوني في الفيديو المقبل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة